السلام عليكم ورحمة الله نتمنى من الله تكونوا بخير ولاخير انتم تشوفوا هاد الفيديو هادا اليوم ان شاء الله غاد يندير الحوت واي نوع من الحوت تيكون عندكم انا اختارت هاد الحوت هادا الاغلاد اللي كيدار فران وانا اختارت غادا نقله ان شاء الله باحتارقة اللي زوانة واحتارقة اللي خاطرة وتاكلوا بها الحوت خضيت الحوت اللي هوقوا الراية اللي هوقوا هادا الراية اللي متعارفش الراية والراية اصلا تتقلاء والحوت الاخر اللي كيدار فران حوت غلاية تاوقوا ممكن تقليه تقطعوها نقطعتو الراسة بالموز وخطيت شويت كروفيد وحامضة عدي الحامض اي نوع من الحوت يكون عندكم وغندير فارينة والميزينة الميزينة الخاطعة يعرف الحوت هذه اللي تتعطي ديك الشدة للحوت والعطر يقال ملحا و البزار فقط هاد الراية اللي غرزتها هادو شويت الحباق وهادا وريقات من البسباس ومعاي القديالة الحامض دي الحامض عفون معاي القديالة الخل والخل تاقورتي يجي زوان تعتو هاد القرماشة للحوت اللي تتكون زوانة والحوت لا يبغيش لعطر جاكين الحوت المشربة للصحنية وتيجي زوان ولكن احنا غنديرو هاد الحوت بحافة بالتاريقة ديالة المحالة تمليحا و بزار فقط انا غرزت شوية التومة تتبقى اختيها رجالتي بها التومة او الحباق او الزعطر يتزيدوها وكيشتور المققودش لعطر جاكين هادين غيملاحا و بزار كافيا وديك المعاي القديالة الخل جيتها تعطينا كتعطينا ليسا ما حد القرماشة فالقاليان ودكشيتي الجزوان والحوت ديالنا عودتانتي جيفتي والسير هو المايزينة اقول لعدكم لازع ما كنتبه يبيرو المايزينة بكترة اقوي وهي لتتخلي داك الحوت ديالنا مشدود ومتي تتحرسش في المقلاة متي تتحلش موالو تيبقى صعين وتتشوفوا المحالة تيحطو لكم الحوت صعين ما كتعرفوش كيفش دارو ليهرا السير ديالو هو المايزينة تتعطيه حد الشدة خاطيرة وبقوا معانا تالاخر ديال الفيديو باش تشوفوا الطريقة النهائية وهدو وريقة البسباس عودتاني رمزتي جوزوانين وعدمو حد دوق خاطر والبسباس راتي التواتى مع الحوت تقدروا لما عندكم مش ديرو معدنوس انا شريت البسباس ولقيت هدو كل وريقات صافي قلت اغا نديرو في الحوت وكان عندي الحوت قلت صافي هد البسباس ان شاء الله نديرو في الحوت انتو ما ديرو المعدنوس قدردو القصبر والمعدنوس وكان البسباس كارم لما تتوفرش على البسباس فكاتري كان البسباس كارم تيتباه بما حالات مع العطر قانيد ونخلط هاد الشيطين دامج لينا مزيان كبت هنها يفارينا وغاد نزيد عليها المايزينة قدروا تديرو النص نص وانا هنه ندرتو حد ثلاثة المعالق كل اربعة ديول دقيق وزت عليهم جوش المعالق ديول المايزينة هاد المايزينة هيت هتعتنش شدة للحوت ومتي تحلش لنا في الزيت متي تهرز موالو والحوت ديالكم ملي تغسلوه تخليه نشوف مزيان قد ما خلطوه نشوف قد ما مزيان وكوا تكوقروه مزيان وتعاودو في الدقيق قمت بتقطعو شوية غلاد كان نديرو شوية رقيق وولا كان سيجيزوان وما تكون نطيف فيه ما تنجهدش لعافية تندير عافية اللي مهيلة تنجهد العافية تكيسخون الزيت ومليار من الحوت ديالي تنقصها تنقص عمل عافية والزيت راش شو ما درتش زيت لغن بحل الفريت لغيت تغطس فيه الحوت وقدر رافقه ان شاء الله بالشلادة الشلادة ديالة الروز وهنتو ما راية هنجدرتها الطيب المقلة شوية صغيرة مهزتها مش الجاقع صافيو نخليو الحوت ديال حتى كيشد في المقلة عادي نقلبوه ما نقلبوه شوقو ما زال ما شد هذا هو الروز اللي سلقته بالساشة ديال وهو تيجي زوين وهذا الروز ديال الساشة ديالة زوين تسلقوه كيجي في كل شي زعمل وكان شوفو تيجي في الركس لقته بالساشة باش غدا ان شاء الله ندير شلادة وانا تنقليف الحوت وتندير في الشلادة ويدي هنا ويدي هنا والكروفات را تقوه نشحره في المقلة بحالو بحالة بحالو بحال الحوت غين نشحره في المقلة شوية ديال الزيت صافيتها ملاحة وشوية البزار كافين ومنخلوش هدا يتشحر بزاف غي القياس هنا هي وجهة الكاغت فوقاش غل نحط الحوت راه درت الكاغت ملتحت ديال الخبز الكاغت ديال الباقيت وزد فوقو السوب طالن اللي هقوه الوارق النششاف صافوا شوفو الحوت ديالنا شوفو شاد راسو مزيان شوفو مام هالرسمة والو بحالة طريقة اللي لزوانه وكروفات شوفو راشو حارتهم غي دغية في المقلة غي دقيقة صافي واحد دقيقة غي شدونا روسهم صافوا نحجدوهم كيف شرغش وبيت الزيت وشحرتهم من هنا ومن هنا دغية ديتهم وجبتهم في المقلة واحد دقيقة حتى الجج دقيقة وحديتهم ما تخليش كروفات ديالكم هاي طيب بزاف يلا طيب بزاف راتيجي عاصي وما تيجي جزوان صافوا وهد الشبش غدا نحضر شلادر عند ايرى البيض الدرياج جلبانه عند حاجة تتوفر عندكم الطون شلاده تنغسلها دائما تنغسلها في الميكة تنخليها في التلاجة وهنا قطعت شلادر قايقة بالمقص او بالموز قطعت هذي الماطيشة والطون شوي ديال هادي ديال جلبانه تبغي الجلبانه والدرياجها كافية لديا المايز وشوية المايونيس را الطريقة سهلة ولو عندكم سو غيمة ممكن نديرو هانا غدا نديرو غيمة الفوق مخرجوش من التلاجة مازال ما خرجتو وبتنديرو هاد الشلاده ديالنا تجي رائعة وغلبت فيها اقول جزع مار روز غلبت الماطيشة والشلاده والطون باش ته صافي وغنديرها في التلاجة زيت تبرد قاش ما وجدتهاش بكري وجدته هون تنقليه في الحوت بحالي لا مش يبارده بزيف غنديرها في التلاجة وحنا وحنا راها صافي غدنا اكلوا هاي الحوت شلادها بقد في التلاجة ناكلوا هاي الحوت ونديرو زيماكن معاه ماطيشة هكو والخص وديك الشلاده راستغنينا عليها ديالة الروز خليتها حتى للليل حيث هنا دخلتكم الصوت في المونتاج راكلنا الحوت بلا الشلاده وجه زوين غير الحوت والخبز وشوية كاكم غارفين شوية ماطيشة شوية الخص وشرافقناه وانو راكم الشلاده عني هاي ديالا كيف جيتني راجعتني زوين الشلاده تاني وحكوة نديرو اوكلة خفيفة وانا درت الحوت للغضاء سوف يديش العدد ديالنا كيف جيتنيها ورافقتها وكابل بعض سوغيمة من الفوق اللي تبغي الجلبانة اللي تبغي الدرية سوف يبقى تلليل تعجي وتتعشينا بيها ودك شلشات من الحوت عود تتعشينا بيه واندرت واحد الكيم جلي كتير تبارك الله ونقول لكم يلا فيديو قادم بحول الله اشتركوا في القناة